موسيقى السلام عليكم وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تحييل البيانات على الاكسل مبادئ Power Query أو PQB الفيديو ده PQB13 بنتكلم على ازاي ممكن تعمل بحث سنائي الابعاد باستخدام Power Query كمان جوه الفيديو ده كمان هنشوف ازاي ممكن نعمل نفس البحث ده باستخدام معادلات و طرح ما هنتكلم على Power Query و حاجة بالمعادلات فممكن تقول الفيديو مقسوم الى قسمين يعني ايه اصلا كلمة بحث سنائي الابعاد يعني انا بدور على قيمة داخل جدول ولكن بدلات خاصيتين مش خاصية واحدة عشان كده مسمينه سنائي الابعاد و طبعا هنشوف ازاي ممكن نعمل ده بالمعادلات الاول و ده هيكون باستخدام دلة فيلو كاب مع دلة ماتش وبعد كده هنشوف ازاي ممكن نعمل نفس اللي عملنا ده باستخدام Power Query هنستخدم ميرج و برضو يمكن المرة الرابعة جوه السلسلة دي بنشوف ميرج مع جوين كايند اسمه ليفت اوتر لو عايز تشتغل معايا و انت بتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل داونلود للإكسل وورك بوك اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه مشتغلش في القناة لو سمحت استخدم زر سبسكرايب واستخدم زر الجرس كمان علشان يجيلك موتيفيكيشن لما نعمل فيديوهات جديدة في المثال العملي اللي عندنا النهاردة زي ما انت شايف عندنا الجدولين الجدول اللي على الشمال موجود فيه بيانات المبيعات او المعاملات اليومية المبيعات اليومية بشهر يناير في سنة 2019 ولو بصيت بسرعة كده حواري 980 line او 980 row و زي ما انت شايف اول كولوم موجود فيه التاريخ الكولوم التاني موجود فيه اسم المنتج هم دول بالزبط حوالي اربع منتجات كلهم انواع من انواع الدرجات او البسكريتات و عندك بعد كده الالوان فيه حوالي خمس الوان كل لون يعني ممكن اللون يتكرر مع اكتر من منتج و ممكن المنتج يبري اكتر من لون وبعد كده فيه الكمية المباعة مطلوب ان اروح اجيب البرايس من الجدول التاني اذا ما انت شايف الجدول التاني موجود فيه اسامي المنتجات في الصفوف و في الاعمدة في الالوان و في التقاطع ما بين الصفوف والاعمدة هتلاقي السعر لكل منتج باللون بتاعه فمسلا خد المونتين بايك هتلاقي الأبعد والاسود لهم سعر بس الالوان المختلفة كل لون لسعر نفس الكلام بالنسبة لبقية المنتجات فمطلوب ان ادور على السعر المناسب و اضعه في الكولوم بتاع البرايس عشان بعد كده اضرب البرايس في الكوانتي و اضرب البرايس في كل ترانزاكشن طيب النص الاولاني سنتكلم فيه دلوقتي حالا ازاي اعمل عملية البحث دي جوة الجدول ده عن طريق المعادلات وبعد كده في النص التاني هنشوف ازاي ممكن نعملها عن طريق طيب من اشهر معادلات البحث المعادلة البحث و هنستعملها فعلا علشان نقدر نوصل اللي احنا عايزينه فتعالا مثلا ناخد اول عايزين ندور على جوة الجدول ده و نروح نجيب السعر اللي اقصدها عشان نعمل كده هنقف على السل بتاع اللي هي اي اثنين و هندوس على اكول عشان نبدأ نكتب المعادلة وتعالا نعمل زوم عشان نقدر نشوف و احنا بنكتب مع بعض المعادلة انا محتاجها اسمها VLOOKUP لو كتبت VL ممكن اضابل كليك عليها حيبدأ معي خطوة بخطوة يساعدني عشان اكتب المعادلة فاول حاجة ال LOOKUP VALUE فين ال VALUE اللي عايز اعمل عليها search بالنسبة لنا هتكون الماونتن بايكس اللي هي موجودة في السل بي اثنين هاختارها على طول و بعدين كاما اعمل وراها عشان انقل الخطوة اللي بعديها بيقولك عايز ال TABLE الري فين ال TABLE اللي انا عايز ادور جواه بالنسبة لي هو ال TABLE التاني بالكامل هاختاره بالماوس كله على بعض كده وبعدين ما تنساش تدوس على F4 ليه تعمل F4 عشان يحط لك dollar sign زي ما انت شايف هنا حط dollar sign قبل كل قبل عنوين الخلية اللي في اول range علشان معنى كده اندائي ب absolute reference بعدين كده كلما نقل اعمل copy في sell ثانية الرنج ليفضل ثابت وما يتحركش معايا وبعد كده اعمل و بعدين هيسألني عايز column index احنا عارفين طبعا هيسألك عايز تاخد ال value اللي في column 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 احنا هنا عندنا طبعا column 1 اللي هو ال column الاولاني اللي هو في ال product فاكيد احنا اتنين ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 طبعا انا مش عارف لانه مفيش حاجة هنا تقولي ولكن بالنظر الكار هنا هو موجود red فدورنا هنا هتلاقي red في ال column ادي 1 2 3 4 في ال column الرابع فممكن وانا هنا اكتب بادي اربعة وبعد كده هيسألك اذا كان عايز الكلام ده عايزه يكون approximation ولا exact match ممكن اكتب false او ادرب الكليك عليها من هنا على طول واقفل القوز بتاعي وادوس enter طبعا ال value رجعت لي مزبوط 220 هي بالضبط ادي mountain bike هنا فعلا mountain bike وقصاد red 220 فال value مزبوطة لكن ما تنساش ان انت كاتب رقم 4 دي باديك ولو جريت المعادلة دي لتحت سال زي مثلا ال road bikes ال blue هتلاقيها برضو جابت لك ال value بتاعت ال red يعني ال road bike صح بس جابت لك ال value بتاعت ال red انا عايز ال blue اللي هي 320 مش 330 طب ازاي بقى حل الاشكالية دي هتطر استعمل function تانية اللي هي match تعالى نمسح المعادلة اللي في التاني صف ونكتب match مع بعض ونشوف ازاي هنستعملها وبعد كان دخل اتنين جوا بعض فبرضو هادوس على equal وبعدين اكتب match اول ما هكتب mat مثلا هتلاقيه على طول جابلك match ممكن ادوس على tab فهيكتبها لك يكملها لك ويفتح لك قوس كمان فالمرة دي انا عايز ادور على ال blue انا خلاص خلصنا ال look up على اسم ال product عايز اجرب بقى على color فاختار مثلا المرة دي ال blue فال look up value في الحالة دي هي ال blue ال look up array بقى بالنسبة لي المرة دي اخد بالك ان match مينفعش احط فيها multi dimension array مينفعش اعمل كده الماتش ياما ال array هي single array بس يعني ياما اختار صف واحد او اختار عمود واحد في الحالة بتاعتي انا عايز اختار صف واحد والصف ده هو الصف اللي فيه ال headers اول ما هختار صف ال headers هتلاقي كتب لك ال range بتاعه من h1 ال m1 وما تنساش لو سمحت ال f4 عشان نخلي ال reference بتاعنا absolute reference هيحطي dollar sign قبل كل حاجة علشان بعد كده لما اعمل copy ما يتحركش ال range بتاعي وبعد كده هعمل كوبا وعايز يقول لك الماتش انا برضو هختار يعني exact match ممكن ادبل كليك عليها كتب لك zero وحقفل ال close ودوس enter نشوف ايه اللي هيرجعلك رجعلك رقم خمسة لما راح بص على blue رجعي رقم خمسة تعالى كان نعد من اول column ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يعني ماتش قريتلي انا روح دورتلك في العناوين كلها في العناوين بتاع ال headers ولقيت لك blue اللي هراك عايزها رقمها رقم خمسة معنى كده ايه؟ معنى كده لو خدت الرقم خمسة ده وحطيته جوه المعادلة او المعادلة اللي بترجع رقم خمسة او بترجع ال reference بتاع رقم ال color جوه ال headers وحطيتها جوه المعادلة هيقدر اوتوماتيكلي يعرف ال color ده انه واحد ويرجع نتيجة مظبوطة طيب تعالى بقى ناخد copy من المعادلة دي زي ما هي كده نعمل لها copy ونطلع بيها فوق في المعادلة بتاعة المعادلة لو تفتكر اربعة اذا انا كنت عاملها دي كنت مختارها ب ايدي هنرجع نختارها نعلم عليها زي ما انت شايف ونعمل ctrl v فالماتش كده بقت جوه بس ما تنساش ان احنا ايه؟ لازم نطلع من نغير c3 اللي موجودة هنا دي نخليها c2 عشان يبقى اتنين واخدين نفس الخط مع بعض وكده حضرتك لو دوست انتر هتلاقيه برضو جاب لك السعر 220 بس المراتي يعرف لوحده ان انت بتدور على رد وان الرد دي موجودة في رقم اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة وراح دور قصاد مونتن بايك ولقاها 220 مظبوط تعالى ناخد copy واحدة كمان تحت جاب لك 320 320 اللي هي رود بايكس واختار البلو لقصادها اللي هي موجودة في المراتي 5 فراح جاب لك 320 وهكذا لو سحبت المعادلة لغاية الاخر هتلاقي الدنيا ماشية معاك مظبوط دابل كليك هاي copy لغاية الاخر وبعدين نقف على السل بتاعة الـ ونقوله equal الـ واختار السل تاني وممكن بقى المراتي بدل ما اعمل دابل كليك لو عايز اشتغل بالكيبورد هنزل تحت خالص وبعدين اقف على السل الفاضية اللي في اخر واحدة في الـ وادوس على shift وконترول مع بعض وادوس سهم الفوق وبعد كده ctrl d اعمل لك copy لغاية الاخر كده حضرتك القسم الاول عرفنا ازاي نقدر نعمل multi dimension search او نعمل بحس سنائي الابعاد جوه جدول زي ما انت شايف بالشكل ده علشان نوصل منه لقيمة معينة ونقدر نحسب الـ revenue بالطريقة دي طيب تعال نكمل تاني في نفس المثال لكن المرة دي انا واخد copy من الديتا احنا زي ما انت شايف نفس الجدولين بالزبط اواخد منهم copy لكن حاطهم في table format عشان نشتغل على الـ الـ power query بشكل automatic وكمان مديهم اسامي وانا واقف على اي سال في الـ table الاولاني روحت على الـ table design هتلاقي على الشمال اسمه sales t او sales transaction ولو روحت على الجدول التاني هتلاقي انا مساميه price list فانت كده جاهز ممكن على طول تبدأ تشوف ازاي ممكن نعمل الموضوع ده في الـ power query طيب تعال نبدأ اول حاجة بالـ price list او الجدول اللي فيه الاسعار عشان ادخله جوه الـ query هروح على data ribbon من على الشمال get and transform هدوس على الايكون الظريف اللي بيقدر يدخل الـ tables جوه الـ power query هيفتح لي الـ power query editor على اليمين زي ما انت شايف اسم الـ table price list واخده من اسم الـ query واخده من اسم الـ table واول حاجة source زي ما تعودنا بيجيب السورس والحاجة التانية بيبدأ يحاول يفهم الـ data type بتاعت كل واحدة من انواع الـ data دي تعالى نعمل شاك بسرعة اللي هو عمله ABC للـ products يعني ده تاكست مافيش مشكلة والـ colors دي كلها اعتبر اللي تحتيها ده وده بالنسبة لي برضو تمام مفيش مشكلة طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اغاير شكل الـ table ده مش عايزه يبقى بالشكل ده معنى ايه اغاير شكله؟ اللي انت شايفه ده قدامك قلنا عليه قبل كده لو رجعت خالص في الاول خالص واحد متكلم على الـ pivot tables وقلنا على الـ proper data set قلنا ده اسمه cross tabler النوع ده من الجداول اسمه cross tabler معنى ايه؟ معنى ان في بيانات في الـ columns وفي بيانات تانية موجودة الـ value موجودة في التقاطع ما بين الـ 2 يعني الـ white يعمل تقاطع مع road bikes يديك 300 الـ red يعمل تقاطع مع mountain bikes يديك 220 وقلنا ده ضريف جدا لما كنت بعمل report ولكن وانا بعمل data analysis مش هو احسن طريقة ممكن تساعدني وطبعا الـ power query هي data analysis tool ومش من الحاجات الظريفة ان انا اشتغل على ديتا بالشكل ده فمحتاج اغاير شكل الـ data محتاج ارجعها تاني تبقى الـ tabular form او محتاج ارجعها تاني للشكل الطبيعي بتاع الـ raw data طب ازاي اعمل كده هعمل كده عن طريق حاجة اسمها on pivot طيب الاقي فين on pivot دي احرك وانت واقف على transform لو رحت على transform هتلاقي حاجة اسمها on pivot في الحتة بتاعت any column دي هتلاقي حاجة اسمها ايه on pivot طيب انا اريد ان ما به اهن اريد ان فين اريد ان ان فين اريد ان اعمل لهم on pivot او ممكن اختار اول column وقف عليه من on pivot ده اختار على اختار السهم الصغير وأقول له ايه on pivot other column وده طبعا اسهل. هتلاقي على طول automatic فرد لك الجدوى اللي تحت. حطي لك هنا كل ال products. وحطي لك هنا كل ال الوان. وحطي لك هنا كل ال values. وده اللي انا محتاجه بالزبط. وتطوع وده اسمين لل columns جيدة اللي ظهرت. اول column اداله attribute. فانا هدعب ال click عليه واغير اسمه واسميه color. ودوس enter. وال value ممكن اسميها price لان احنا هم نتكلم على prices. فممكن اسميها price. وكده ادالك كل الاحتمالات بتاعة ال cargo bikes. الابيض سعره كذا. الاسود سعره كذا. الاحمر سعره كذا. والازرق والاخضر. وهكذا لبقية انواع ال bikes او بقية انواع المنتجات. كده ال query دي جاهزة. ممكن اعمل لها close and load. هاروح على home. close and load. close and load 2. هيقفل ال power query editor. وهيفتح لي حاجة اسمها import data window او import data dialog box. هاختار only create connection. ودوس على اوكي. هيفتح لك queries and connection pane. وهتلاقي عندك one query اسمها price list. وكتب لك تحتيها connection only. تعال نعمل نفس الكلام في الجدول بتاع transactions. نفس الكلام وانا واقف على data ribbon. هاروح على get and transform. وهاروح على get data. او اسهل اروح على طول على icon shortcut from table or range. هادوس عليه. هيعمل نفس الكلام. هيفتح لي power query editor. على اليمين اسم ال query متاخد من اسم ال table. وتحته برضو. هناك 2 steps الاولانية. source والتانية change type. تعال نعمل تشك سريع على change type اللي هو عمله. ABC بالنسبة للcolor والproduct مفيش مشكلة. 123 على quantity مفيش مشكلة. هنا date and time. انا محتاج بس date. ممكن ادوس عليها. وادوس على date. بدل date and time. هايسألك اذا كنت عايز خطوة جديدة. او اللي عايز تعمل replace. قولنا طبعا replace افضل. عشان بتوفر عدد ال steps اللي موجودة هنا. اسهل بكتير واسرع في التنفيذ. طيب انا كده جاهز. اقدر بعد كده حضرتك اعمل. عملية merge. زي ما احنا اتفقنا. هنعمل merge. وحنا يبقى ال join kind بتاعنا قولنا lift outer. وده حيساعدني ان انا اقدر اجيب المعلومة اللي انا عايزها من الجدول التاني. وانا واقف على home ribbon جوة power query editor. هروح على الحتة بتاعة combine. وهروح فوق على merge queries. وادوس عليها. هيفتح لي merge query direct box. في النص الفقاني. ال table اللي انا وقف عليه already. اللي هو sales t. وعملي preview صغير. هذه انه اسامي columns اللي موجودة. date و product color و quantity. النص اللي تحت هختار فيه ال table التاني. اللي هو price list. اول خطوة عشان ينفذ المرج. محتاج اختار الاعمدة. خد بالك المرة دي هي مش one criteria. يعني النهاردة. انا عايز يدور على نوع product. اللي هو موجود هنا و موجود هنا. وكامان يدور على color. المرة دي هعملها ازاي. هاختار عمودين مع بعض. بما امتهى البساطة. موضوع سهلس جدا وسهل جدا في power query. هاختار الاول product. وبعدين و انا دايس على control. هاختار ال color. وبص معايا كده كويس. هتلاقي كتاب لك هنا one and two. نفس اللي عملته بنفس الترتيب. لازم اعمله في النص اللي تحت. هاختار product. وبعدين و انا دايس على control. هيكتب لي two. بقى هنا one and two. وهنا one and two. لازم اراعي الترتيب. لاني لو عكاست مش هيفهم خالص. انا عايز اعمل ايه. لو بصيت تحت. هتلاقي ان هو لقى matches. لكل 989 line. اللي موجودين في الكويري دي. وزي ما انت شايف. ده default. اللي هو left outer. انا كده جاهز. ممكن ادوس على اوكي. هتلاقي اعمل لك column جديد. وزي ما اتفقنا. ال column ده بيبقى جوا tables. ولو قفت على يمين. عشان اعمل preview للتابل. هتلاقي الماتش اللي هو لقاه. اللي موجود في التابل التاني. فقال لك ان الماونتن بايكس. اللي لونها red. زي ما اخترت هنا كده بالظبط. ادي two criteria اهم. price بتاعها 220. اختار اي واحدة هتلاقي نفس الكلام. التورين بايكس اللي لونها red. تمانها 550. وهكذا. عايزة expand الديتا دي. من الزهور اللي فوق على اليمين. ساهمين. مش بصين لبعض. هادوس عليه. هيفتح لي ال expand options. انا كل اللي محتاجه ال price. هن select select all. وهاختار ال price. وما تنساش ت uncheck على use original column name as prefix. وحادوس على اوكي. الف الف مبروك. حركة price اللي لوقتي بموجود جوه التابل. وادي كمان. حط لك type بتاعه بشكل مزبوط. فضلي ان انا اضرب. الرقمين دول في بعض. علشان احسب على طول. revenue. او sales. هعملها ازاي. هاختار الكولوم الاولاني. وبعدين ادوس على control. اختار الكولوم التاني. هروح على add column ribbon. من فوق. من header او من المينيو بتاعة power query. وهروح على منطقة اسمها from number. وهروح على حاجة اسمها standard. وهختار حاجة اسمها multiply. هتلاقيه لوحده automatic. انشأ كولوم جديد. سماه multiplication. وبقى هو عبارة عن حاصل ضرب price مضروب في quantity. وادلك على طول النتيجة النهائية. طبعا multiplication ده default. هو بيديه لك. احسن اغيره. double click عليه. وممكن ساعتها اسمي revenue. وادوس enter. كده حضرتك جاهز. عملت العملية كلها. عملت search عن طريق power query editor. بدلالة خاصيتين. او بدلالة اتنين criteria. على table بتاع search اللي موجود. اللي فيه prices. كده انا جاهز. ممكن ارجع تاني. على home. ومن home. close and load. close and load to. سيقفل power query editor. ويفتح لي import data dialog box. المرة دي انا عايزه في table. مفيش مشكلة. اختاره في existing work sheet. وتعالى نختار حاجة. ولتكن مثلا. M1. واندوس على ok. هتلاقي automatic. بيكاريت table جديد. وبيعمل loading. للquery بتاعتك. وبيحط لك النتيجة النهائية. اللي حضرتك عايزها. هذه الجدول بتاعك. اللي كان موجود على الشمال. ما كانش فيه price. ولا كان فيه revenue. دلوقتي اصبح فيه price. واصبح في revenue. اعتقد دي مفيدة جدا. كيسز كتيرة جدا. وانت بتعمل merge. بتلاقي انت محتاج تاخد كذا criteria. خد بالك. احنا عملناها على two criteria. لغاية 3, 4, 5, 10 criteria. power query ما عندوش مشكلة. هيمشي على نفس الطريقة. وحيقدر يوصل للنتيجة اللي لحظاتك عايزها في search بتاعك. وقبل ما يسابكو. لو لسه ما ستركتش في القناة. وسمح تشترك. واعمل لايك للفيديو لو عجبك. واسب لي تعليق. وشكرا جدا لوقتكم. واشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.